للتو تم تسجيل ترشحنا لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الخامسة متوكلين على الله عز وجل ومستعينينا به ثم بأبناء الدائرة الخامسة الأوفياء بلا شك أن المرحلة القادمة تتطلب أن نتعاطى بأكثر فاعلية وجدية مع الشأن البرلماني بما يحتاج له المواطن وأيضاً وفق تطلعات وأمنيات الشعب الكويتي في المجلس الماضي ولله الحمد كان هناك اتفاق وتوافق نيابي حكومي منذ انطلاق المجلس القادم وفق آلية جديدة من العمل الجماعي وهي الخارطة التشريعية هذه الخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها من قبل الحكومة والمجلس وكان هناك توافق كبير بين الطرفين من أجل تحقيق المصحة العامة ونتج عن ذلك وأسفر عنه تحقيق إنجازات استثنائية هناك ما يقارب 13 إلى 14 قانون من القوانين النوعية من القوانين الهامة التي تخدم الوطن والمواطن وهي حال استثنائية وغير مسبوقة من علاقة السلطتين وما تتطلبه وأيضا ما يحتاج له المواطن الكويتي هذه القوانين هي قوانين استثنائية قوانين ذات قيمة عالية نتج عن هذا العمل الجماعي اللي فعلا افتقدناه في المجالس الماضية حتى أن تحقق هذا الإنجاز الغير مسبوك قوانين غسمت على أكثر من محور محور الإصلاح السياسي ومحور الإصلاح الاقتصادي وأيضا ما يتطلب منه أيضا اللي هو حاجة المواطن حاجة المواطن وعلى رأسها تحسين الوضع المعيشي للمواطن الكويتي فهذا العمل الجماعي هو فعلا ترسيخ مبدأ جديد وهو ما يتطلبه من المؤسسة التشريعية العمل الرقابي والتشريعي يتطلب أن نرسخ هذا النهج اللي هو العمل الجماعي متمنين أن يستمر حتى في المجلس القادم من يوفقه الله والوصول إلى مجلس الأمة عليه أن يعمل بهذه الروح عمر ما كان العمل الفردي يحقق نتيجة مطلوب أن يكون هناك توافق نيابي نيابي ونيابي حكومي بما يحقق ما يتطلبه وما يتطلع له المواطن الكويتي فإن شاء الله تكون المرحلة الجديدة تتعاطى مع الشأن البرلماني وفق ما يحتاج له الوطن وما يحتاج له المواطن الكويتي فإن شاء الله أن ينتج عن هذه الانتخابات فهي في أجواء انتخابية وأيضا مقبلين على شهر كريم وأيام فضيلة أن يفعل المواطن الكويتي مسؤولياته الوطنية وأن يشارك بكل فاعلية وبكل كثافة في عملية اختيار من يمثله في مجلس الأمة هذا التمثيل الذي هي بالتأكيد أمانة ثقيلة ومسؤوليات كبيرة على من يصل إلى مجلس الأمة القادم أن يضع مخافة الله عز وجل أمامه ثم هذه الثقة الغالية التي أوصله إياها الشعب الكويتي الوفي إلى قبة عبدالله السالم فإن شاء الله تكون هذه الانتخابات يسفر عنها وصول كوكبة من أبناء الكويت قادرين على تحمل مسؤولياتهم في ترجمة ما يتطلع ويتمناه المواطن الكويتي إلى واقع فما وصل إليه المجلس الماضي من إنجازات في فترة قياسية قصيرة نتمنى أن يكون هناك استكمال لعمل هذه الخارطة التشريعية ويكون على رأسها تحسين الوضع المعيشي للمواطن الكويتي المواطن الكويتي يستحق من أن نضع له اهتمام خاص حتى يعيش باستغرار هناك هبات وهناك منح تذهب لشتى بقاع العالم الكويت ولله الحمد دائما معطاعة تساهم ببناء أوطان كثيرة ومساعدة شعوب كثيرة فالمطلوب أن يتم مساعدة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الكويتي فإن شاء الله نوفقنا الله عز وجل سنستكمل ما عهدنا عليه أبناء الشعب الكويتي وقبل ذلك ما أقسمنا عليه أمام رب العالمين بأن نحمي هذه المكتسبات الدستورية وأن أيضا نذود عن مكتسباته الشعبية وأن نعمل بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي هذه فعلا من ضمن النماذج الناجحة اللي فعلا وصل إليها المجلس من تعاون مع الحكومة حتى تحققت هذه الإنجازات بوجود سلم لهذه الأولويات أيضا نقسم هذا السلم إلى محاور ثلاث إلى أربع محاور المحور الأول الإصلاح السياسي وأيضا الإصلاح الاقتصادي وكذلك تحسين الوضع المعيشي للمواطن الكويتي بالإضافة للمحور الأخير اللي هو الارتقاء بالخدمات البنية التحتية والبنية الفوقية ففعلا هذا يعتبر نموذج ناجح ومن خلال هذا التوافق النيابي الحكومي استطعنا بفضل من الله عز وجل أن نصل إلى نقاط تلاقي حتى يتم إنجاز هذه القوانين النوعية قوانين فعلا تعتبر طفرة تشريعية أنجز من خلالها المجلس مجموعة فعلا ذو قيمة كبيرة راح بإذن الله إن تم تطبيقها بشكل صحيح راح تحقق أهدافها مجموعة مجموعة مجموعة